هذه أبرز العنوين إبراهيم دياز يزف خبرا صار لجمهور نادي الميرينغي وجمهور المغربي بخصوص عودته للملعب وليد الرجرق يفاجق كل المغرب بإصدعاء هذا اللعب للالتحاق بمعسكر المنتخب نيف أكراد يتلقى خبرا مفرح قبل التحاقه بالمنتخب المغربي وهذه التفاصيل ارتفاع كبير في القيمة التسويقية للنجمة المغربية الصغيرة إلياز بن صغيرة قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة وتفعل جل جرس باش وصلك دائما أخبار المغرب عاد الدولي المغربي إبراهيم دياز لاعب نادي ريال مضريط الإسباني إلى التدريب بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها أمام ريال سصيداد برسم منافسات الدورية الإسبانية بدأ إبراهيم دياز تدريباته الفردية على الحشبة في فريق النادي الملكي بعد إصابته على مستوى العضل المقرب للفخد حيث من المقررين ينضم للتدريب الجماعية عقب التوقف الدولي يغيب الدولي المغربي إبراهيم دياز والبالغ من العمر 25 سنة على نائحة المتخب الوطني المغربي استعدادا لمبارتي إفريقيا الوسطى في رسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفية كأس أمام إفريقيا المغرب يشار إلى أن الفحوصات الطبية كانت قد أذكدت أن الإبراهيم دياز سيغيب عن ندي المغربي لمدة انتظر وحما بين شهرين إلى ثلاث أشهر على الأقل إلا أنه يبدو استجاب مع العلاج بشكل أسرع واقترب من العودة قبل نهاية الموعد المحدد وجه وليد الرقرقي مدرب المنتخب الوطني المغربي الدعوة للعب الرجاء الريادي يوسف بالعمري من أجل الاندمام إلى المعسكر الإعدادي لوسود الأطلس استعدادا لمبارتي إفريقيا الوسطى برسم الجولتين الثالثة والرابعة من تصفية كاسمم إفريقيا المغرب 2025 جاء استدعاء بالعمري للالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني المغربي لتعويض غياب نصير مزروي الذي تعرض عليه الاندمام إلى أسول الأطلس بعد الإصابة التي تعرض لها مساء أمس الأحد رفقة فريقه مانشستر يونيتد الإجليزية ضد نادي فولهام حيث وفقا لما أكدته الجامعة المغربية لكرة القدم في بلاغها الرسمية يشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي سيواجه منتخب إفريقيا الوسطى يوم الثاني عشر والخمس عشر أكتوبر الجري على أرضية الملعب الشرفي بمدينة وجدة استعدادا لنهائية كاسيومم إفريقيا برسم الجولة الثالثة والرابعة وتألق بالعمري رفقة الرجاء الريدي في الموسم الخاضر حيث قدم معه مستويات رائعة حيث أنه من بين أفضل اللعبين في مركزه الظهير الأيثار يوسف بالعمري حقق مع الرجاء الريدي في الموسم الماضي إنجازا تاريخيا بحصولهم على لقب البطولة الوطنية وكأس العرش بدون أي هزيمة كأول فريق مغربي يحقق هذا الإنجاز وجاء تكريم يوسف بالعمري لهذه الإنجازات القوية التي يقدمها مع فريق النسور باستدعائه للمنتخب المغربي فهو يستحقها بكل تأكيد تمكن الدولي المغربين في أكراد من حجز مكان له في التشكيلة المثالية للجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني وذلك بعد أدائه المميز في مباراة فريقه رياس صدادة للدعاء تلسكو مضريدة التي انتهت بالتعاد الهدف لمثله يوم أمس اختارت منصة صوفا سكورا المتخصصة في تقييم أداء اللاعبين عبر العالم نيف أكراد ضمن التشكيلة المثالية لهذه الجولة بعدما أنقدم أداء دفاعيا قويا حيث كان من عناصر البارزة في اللقاء لدى أطلسكو مضريدة أزهم الدولي المغربين في أكراد في الحفاظ على تماسك خط دفاع فريقه أمام ضيفه الهجوم أطلسكو مضريدة مما أدى إلى انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لمثلها يواصل المدافع المغربين في أكراد تعزيز مكانته كحد أبرز المدافعين في الدوري الإسباني في ذل التطور المستمر لأدائه مع نادي رياس سيداد هذا الموسم ويعتبر المدافع نيف أكراد المعار إلى نادي رياس سيداد خيارا أساسيا في مفكرة مدربه إمانويل إغواصل الذي يعتمد عليه رسميا داخل المجموعة وبشكل أساسي منذ التحاقه بفريقه بعدما عانى الأمرين الموسم الماضي للحصول على فرصة مع نادي وستامة الإجليزي الفريق الذي يملك عقلها نظرا لحضوره اللافت في أولمبياد باريس 2014 رفقة المنتخب الوطني المغربي وبعد تألقه مع فريقه الفرنسي نادي موناكو عرفت قيمة تسويقية للدولية المغربي رياس بن صغير ارتفاعا منحوضا فوفقا لمنصة ترانسفير مكتر متخصصة في سوق الانتقالات وقيامة السوقية للعبين فقد ارتفعت قيمة تسويقية للعب الدولية المغربية الصغيرة إلياس بن صغير بحوالي 3 ملايين يورو لتنتقل من 15 إلى 18 مليون يورو يبصم اللعب المغربي الصغير إلياس بن صغير على بداية في الموسم استثنائي مع ناديه موناكو الفرنسي حيث يقدم أداء مميزا وقويا يتجلى في الأرقام التي يحققها سجله التهديفي وتميراته الحاسمة يؤكدان أنه لاعب مؤثر في خط وسط فريقه ويمثل إضافة قوية لخط الهجوم المغرب حيث سجل هدفين وصناع آخرين بعدما لاعب سبع مباريات في الدوري الفرنسي ومبارتين في دوري أبطال أوروبا إلياس بن صغير يمثل أحد أبرز المواهب الشاب في كرة القدم المغربية في أوروبا وأدائه المميز يجعله محطش أن درعش كرة القدم الكبرى للأندية الأوروبية الكبيرة وكان إلياس بن صغير قد لعب في صفوف المتخب الفرنسي في جميع فئاته السنية الصغرة إلا أنه قرر في الأخير الالتحاق بمعسكر المنتخب المغربي الأول بطالب من الرجراجي وتدخل من الجامعة فقد اختار إلياس بن صغير المنتخب المغربي ليلتحق بذلك في نفس الوقت هو وإبراهيم دياز بمعسكر المنتخب الأول لتخطف الجامعة المغربية موهبة كبيرة من أياد فرنسا موسيقى